السلام عليكم شباب مساء الخير كيف اموركم مشوالا تكونوا بخير طبعا انا حبيت تشارككم بتجربتي صراحتا في موضوع السماعات هي المنتشرة حاليا في الاسواق يعني تعرفوا في منها انواع واشكال واحجام والاصلي والمضروب يعني صار في خليط في المحلات يعني الواحد ما يعرف شو يشتري خصوصا موضوع الانلاين يعني انا اشتريت الانلاين صراحتة من فترة يعني شهر ونصف وشهرين وطلبت عن طريق الموقع هاي بضاعتهم شوف شوف الصناعة الرديئة شوف النوعية السيئة يعني بس لا تعليق صراحة يعني حتى ما تسوه دولار واحد صراحة فبس يعني بعد التجربة هاي خلاص انا بطلت اشتري من الامور المواقع يعني فرحت والله نزلت على المحلات حبيت اسأل يعني شو اللي موجودات فصاحب المحل والله نصحني بهاي النوعية اللي هي لينوفو اللي هي HT05 وصراحة يعني من ناحية السعر لاني انا عن ما نوع المحب ادفع مبادغ عادية في في نفس هالأمور هاي يعني نحب يكون السعر متوسط والجودة اوكي يعني انت لو حبيت تحصل على اي شيء من الاشياء تشتريهم يعني كمشتريات يعني خلي على طول دايما فبارك الهدف هذا تكون النوعية جيدة وامتازة والسعر يكون رائع نحن هذا اللي ندور عليه حاليا في الاسواق يعني فعني انا حطوا ان هي حتكون مواصفات يعني تقريبا سعرها ما يعادل بالامارات 35 درهم يعني تقريبا 9 دولار ونص او بالي حدود يعني اقل من 10 دولار بشوي قليلا يعني بالنسبة للسعر فانا اشتريتها صراحة مغامرة كانت يعني وعالترجيع يعني كامر هذا لكن صراحة ما يحتاج احنا ندخل في موضوع ترجيع وامور ليش لانها سماعة محترمة ما يحتاج فيها الواحد يدخل في موضوع ترجيع ولا يدخل في امور نفسها الامور هاي كده وفعلا يعني ادهشتني بالصوت والمواصفات والاستخدام يعني انا حاليا صار لعدة ايام استخدمها صراحة يعني السماعة من احسن المواصفات السبب المميزات اللي فيها الشحن فيها يبقى مدة طويلة اللي هي في البوكس لان ساعة الشاحن فيها كبيرة عدا عن ذلك الصوت في السماعات قوي جدا ومن احسن الاصوات اللي سمعتها صراحة لحد الان غير هاي السماعات حتى السماعات السلكية الصوت رائع او اكتر من رائع صراحة للي يحب الميوزك الاكسرا باس يحب هال امور هاي صراحة هالسماعة تفي بالغرض تماما وفي ناس ممكن تحب تهديها او اي شي من هالقبيل هاي يعني احنا نستخدمها على تريد ميل نستخدمها لما نلعب بالنادي يعني تعطينا شوية حماس في الامور في الفيلم يوزك هاي فهاي السماع صراحة بالنسبة للسعر والمواصفات انا اعتبرها اكتر من رائعة حتى يمكن نفتحها مع بعض ونشوف اللي في داخلها طبعا انا جربتها بس اقريكم كيف تجي من الداخل من الداخل تجي معها اللي هو الشاحن هو قيمة الشاحن فيها صغير شوية قليلا يعني ومعها اللي هي الاختياطية اللي هي هاي البلاستيك ومعها اللي هي هذا الجراب اللي ميها مع الشاحن اي عشان تكون اوضح بصراحة يعني تصميم انيق جميل اكتر من ممتاز يعني لكن نحن ماحنا نتكلم انه هي مية في المية فيها المواصفات يعني فيها عيوب فيها عيوب ليش نحنا نتكلم انه كل المواصفات نحنا نتكلم بس نحنا نتكلم اول شي على المواصفات الجيدة بعدين نتكلم عن المواصفات السيئة المواصفات الجيدة الشحن مدة قصيرة وبعدين يبقى فيها مدة طويلة الصوت اثناء المكالمات ممتاز يعني كل المواصفات أنا شفتها اوكي بعدين حتى التصميم انيق وفخم ومرتب يعني تحسها فيها فيها رقيف الصنع يعني هذا بالنسبة للمواصفات الجيدة بالنسبة للمواصفات السيئة اللي فيها لازم يكون فيها مؤشر بس يعطيني كم الموجود لو كان فيها مؤشر كان اوكي يعني هيتما تعرف انت كم متبقي فيها كم متبقي فيها ما عندك علم وبعدين حتى تطليع السماعة منها شوي صعب يعني عشان تطلع السماعة منها شوي صعب بس عادي ممكن مع الايام الواحد يتأقلم مع الامر هذا قليلا يعني شوي تحس السماعة محشورة في العلبة لكنها بصراحة كنوعية ممتازة جدا انصح فيها بالنسبة للأسعار وهي تضاهي بالصوت السماعات اللي بمية و بمية و خمسين درهم باربعمية درهم بثلاثمية درهم نفس الكواليتي نفس الصنع نفس الدقة في الصوت صراحة يعني انا اعتبرها من السماعات الممتازة وانصح فيها هذه هي مواصفاتها وهي HT05 ان شاء الله ان شاء الله يكون فتكم في الفيديو هذا صحيح يعني هي الامكانيات بسيطة والامور هذه لكن انا حبيت شارككم يعني قليلا قدر المستطاع بالامور علشان يعني اختاروا ان شاء الله الاختيار الصحيح شكرا جزيلا نلتقي ان شاء الله قريبا شكرا مع السلامة